بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فإن الإسلام يدعو إلى صلة الأرحام لأن صلة الأرحام سبب لتماسك المجتمع ولترابطه وحتى يكون هناك التئام في الأسر الواحدة أو في العائلات الواحدة فقد دعا القرآن الكريم إلى صلة الأرحام فقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا كما حث سبحانه وتعالى في آيات كثيرة بالإحسان لذوي القربة وللوالدين فقال سبحانه وتعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى الآيات ولذلك أوجب مولانا سبحانه وتعالى لذوي القربة حقا علينا فقال وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَحَقُّ ذَوِ الْقُرْبَى وَحَقُّ الْأَرْحَامُ الصلة والإحسان إليهم والرحم هو منبت الولد في بطن أمه وجاء به كناية عن أن الأقارب يشتركون في رحم واحد أو أرحام متعددة فصلة الأرحام تكون بالإحسان إلى الأقارب وبالتودد لهم وبالسؤال عليهم كما نهى مولانا سبحانه وتعالى عن قطيعة الرحم فقال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم والناظر في واقع الناس المعاصر يجد أن ظاهرة قطيعة الرحم قد تفشت وللأسف الشديد نجد بعض الناس من يتحجج بتجارته أو صناعته أو مهنته أو وظيفته ولا يكلف نفسه أن يسأل عن أقرب الناس إليه ولو بالهاتف فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر القاطع أن يتمادى في قطيعة رحمه فقال في الحديث الصحيح لا يدخل الجنة قاطع وبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرحم استعاذت بمولاها سبحانه وتعالى لما خلق فاستعاذت من قطيعة الرحم ففي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لما خلق الله الخلق قامت الرحم وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة فقال سبحانه وتعالى أما ترضين أن أصل من وصلك أو أقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك فقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول الرحم من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله لذلك على كل واحد مننا أن يسعى إلى صلة الأرحام حتى لا يحرم الأجر فربما يحرم الأجر لأنه قاطع رحم أخرج الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ترفع الأعمال كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل الله عمل قاطع رحم وذكر الطبران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم أي على قوم أعانوا هذا الرجل على قطعة رحمه لذلك نرى أن من وصل رحمه يمن الله عليه بسعة الرزق والبركة فيه فقد جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه من سره أن يبسط له في رزقه أي أن يبارك الله له في هذا الرزق وأن يبارك له في عمره أن ينسأ في أثره أن يبارك له في عمره فعليه أن يصل رحمه ولا يكن كالذي يقول إن وصلوني أصلهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ أي الذي يقول إذا وصلت رحمي أصلها وإذا قطعت أقطعها لا إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها لذلك صلة الأرحام وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار كما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم صلة الأرحام وحسن الأخلاق يزيدان في الأعمار ويعمران الديار فعلينا أن نسعى لصلة الأرحام والسؤال على الأقارب وإيتاء زوي القربى حقوقهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته